موسيقى موسيقى وقيم ومبادئ ومعاني تربين عليها هنا في نادي الأهلي وأجيال النادي الأهلي أحب أوجه الشكر بنياب عن زملائي في الإدارة للكابتن وليد مبروك رئيس اللجنة العنية للجان النادي الأهلي الأستاذ فؤاد إسماعيل رئيس لجنة الرواد مدامنا ريمان وهبة المسؤولة على الأنشطة الخاصة برواد لجنة الرواد الناس دي كلها بتعطي لنادي الأهلي حبا في نادي الأهلي ما فيش أي نوع من الأغراض بيتمنوها بالعكس بيوفروا كل سبل الراحة احنا كقدرة تنفيذية يمكن كابتا محمد مرجان كان مأكد ان احنا نحاول نظهر بالشكل اللائق النهاردة انت بتشوف صناعات اعتقد ما بنلاقيهاش برا في منافذ او اماكن محترمة او تجمعات او مولاد كبيرة انا النهاردة يمكن اتشرفته ومريت انا وزملائي من أعضاء اللي جانوا من الإدارة التنفيذية لا صناعات محترمة على مستوى عالي جدا اتشرف فيها كعضو نادي قبل ما بقعدوا في الإدارة التنفيذية النهاردة انا كعضو نادي اهلي وكفرد من أفراد الإدارة التنفيذية بفتخر بوجود اكثر من 75 عارض اعتقد زي ما انا فخور بيهم هم فخورين بوجودهم معانا وفخورين بكل مجهود بيبزلوه عشان يزهروا شكل الكيان او النادي الاهلي اللي كلنا اتربنا فيه على القيم ومبادئ جميلة بنعلمها لأبنائنا وبنعلمها ان شاء الله لأحفادنا النهاردة انا بعتبره يوم ورسالة للمجتمع الرياضي قبل ما يبقى لعائلة النادي الاهلي ان النادي الاهلي مختلف النادي الاهلي عائلة واحدة النادي الاهلي بينتمي للكيان وليس للأشخاص مجلس ادارة متابعة يومية مع كل الأحداث الداخلية ادارة تنفيذية بتحاول توفر كل الدعم اللي بيزهر هذه المبادئ وهذه القيم والانتماءات للكيان الأحمر والله الجديد السنة دي انه هو العدد العرضين والعرضات اكبر من السنوات الماضية لان احنا بقى لنا عشر سنين بنعمل المعرض ده انا شايف في السنة دي الحمد لله المعرض العرضين اكتر والمنتجات اكتر وحاجة جميلة اوي بس انا عايز يا جماعة في بداية كلامي اقول بشكر مجلس الادارة سيد رئيس وعظام مجلس الادارة وسيد المدير التنفيذي وشكر خاص للعقيد احمد النحاسي قائم بعمال مدير الفرق مدينة نصر وكل العاملين في الفرق انه ام ومجهود كبير اوي من ناحية تجهيز المكان وتجهيز الطاولات فشكرا للجميع الحقيقة المعرض انا بعمله من عشر سنين الحمد لله سنويا بمناسبة عيد الام كله للرواد فوق ستين سنة بعمله عشان هم الرواد وهم الام وهم الكبار وهم اللي عاملين حاجات بأيديهم وحضرتك شفت المعرض وشفت قد ايه حاجتهم جميلة والمشغلات اللي بعملها جميلة وان عشر سنين بعمله ومبسوطين جدا جدا والسنة دي الاقبال كان موجود يعني انا اكتر ما انا متخيلة رغم ان كل سنة بيبقى كده الحمد لله المرة دي انا يعني دول اللي قدرت اجمعهم يعني بعد كده ما قدرتش اكمل يعني حوالي 75 ما قدرتش اكمل اكتر من كده لكن ان شاء الله في السنوات المقبلة ربنا يدينا العمر جميعا نزبط الدنيا بازن الله اكتر واكتر معرض جميل والتنظيم طحفة طبعا وجهد مبزول استاذ فؤاد ومادامنا ريمان يعني بصراحة ايمين بمجهود جبار يعني ومش مخليني عايزين حاجة يعني اي حاجة بنعملها لو في اي حاجة بنتناقش معاهم وبيزبطوا كل الامور هو ما شاء الله يعني سنة عن سنة الاعداد بتزيد وبيبقى متنوع يعني الموضوع بيتنوع يعني احنا المرة فاتت كنا اقل من كده شوية والمكان كان اصغر المرة دي اخدنا مكان اكبر والناس التعداد زاد والحاجات بقت متنوعة اكتر يعني كل حاجة ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة مساء الخير الاول انا بشكر ادارة النادي الاهلي انه وفارت المكان ده وعملت الاجتماع ده جميل جدا لانه بيجمع اعضاء النادي في مكان واحد بيحصل تقالو في برسة الوج وبينتجو ودي حاجة جميلة جدا واتمنى انها هتتكرر يعني كل فترة تتعمل هو الحقيقة انا اول مرة اشترك هنا في المعرض لان انا رسام هاوي مش محترف فما كنتش بشترك في معارض لكن انا شايف ان المعرض ده مثالي الجو جميل المساحة جميلة جدا اختيار التنوع المنتجات كويس يلبي كل الاحتياجات وفيه تطوير طبعا فيه تطور حلو قوي جميل المعرض حلو جدا وتنظيمه جميل وفيه تنويع في الحاجة طبعا ممتازة جدا من كل نوع والكل عامل اسعار حلوة عشان النادي والمكان اختيار المكان ممتاز فوق الممتاز يعني جنب الفوتكورن فحلو يعني المكان كويس قوي والتنظيم حلو والطلبات مجابة وبشكرها جدا بصراحة على التنظيم اشتركوا في القناة